السلام عليكم ورحبا بكم في قناة ديد وصمدي هل نهار ان شاء الله سنقدم واحد الحلقة في الحقيقة فريدة من نوعها وش حلم واحد يسويني على القضية ديال الكيلو ديال الأرانيب كيف الشيء يعني المربين المحترفين يتعاملوا مع الكيلو ديال الأرانيب يعني هو الكيلو كيتغير على حسب الأيام ولكن كيفاش كالتعامل المربين المحترف كيتعامل مع البيع ديال الأرانيب يعني بالكيلو وكيفاش كيتعامل يعني باش يبيع بالكيلو و باش يبيع بالكثيبة يعني انه غادي بيع مثلا واحد الأم جاهزة أو واحد دكر جاهز خصو يكون عن انه واحد تقنية يعني كيدروا كيستعملوها المحترفين هالتقنية هي كالتالي يعني بلا شك انه ش حلم واحد يلقاء صعوبة في البيع ديال الأرانيب في البدايات بدايات ديال أي واحد كيلقاء في الصعوبة في التصويق منين كي بقى يبحثوا مع مرور الأيام كيقدر يعني يقلب على شي واحد يبقى يتفعله إما كزار إما يبيع في الصوق إما بزاف ديال المهم لابد ما يكون عندو واحد الحل منين كي يلقى ديال الحل كيبقى حاير كيفاش بش حال قدي نبيع أنا يا هاد هاد الأرانيب و يعني إلا مشوتا فاتو الوزن ديال جوش كيلو أو ثلاثة كيلو كيفاش قدي نبيعهم خاصة أنه ديال الساعة ما كيبقوش كيت باعوا بالكيلو لأن ديال الساعة كتولي واحد دير وانتهي بغيت بيه واحد الأنثى الكسيبة يعني بشي واحد بش بش أنها غادي تزاوج وغادي تولد له كي واش غادي نبيعها بالكيلو ما يمكنش يعني الحاجة ديال الكيلو كتكون كتكون يعني ماشي ديال المزاوجة أول إلا ما عارفش هان تلقيتي فرصة أنك تفهم بالكيلو يعني بش تبيع بالميزان ماشي هو أنه غادي تبيع واحد الحاجة واحد داكر مثلا بش يلقح ولا واحد داكر سلالة ولا حد الأنثى سلالة ولا أنثى حاملة الحاملة ببوحدها تقدر تبيعها بكتر في الثامن الكسيبة يعني يلا الله غادي توجد حوثني كتكون بثامن ولكن احنا نحضروا ما بين أولا نحضروا على ما بين الأنثى يعني اللي غادي تمن ديال الكيلو وتمن ديال الكسيبة تمن ديال الكيلو وهو يعني الأناني بالإنتاج يبقي ما درسيلهمش ليبرا لأن ما حد داك غي غادي ديالهم ليبرا غادي تحس بالأرنب ديالك طيح لك غالي لأن دك تسعة درام لك تفرق ديال كوني procنفاق ديال كوني بخا فاك دي Elektra bought mar7 ديالك ليبرا ديال تسمم دموي بني كتدق عليه الص Français يعني ماكي تفائص ثلث a shore يعني ابت باس من. يعني كيت تفوت ثلث شهور بأنوا حسنت الدجها مني تدق له ليبرا التي يقول لهها ديالك الأرنب تيمتين القليل الكيلو ليози أرنب كيلي هلي Okay D absolu كيلي ديالك Knifepa مني كيلي ديالك Rust Palestinian هذا سر رغضي نعطيه لكم وهو شحار كيلعب 8 كيلو دي الميزان أولاً الميزان كيلعب ديما ما بين 30 درهم تل 35 درهم يعني إما 30 درهم 33 درهم 32 درهم ديما هذا أول ميزان هو في الحقيقة الميزان كيفاش كيف تتعاملوا معها الكزارك تتعاملوا مع دجاج مني كيطلع دجاج تتعاملوا السعر ديال القنية وكيطلع عاود العواشر نحن كنقول العواشر مثلاً في شيء أعياد الناس كيبغوث تتعاملوا القنية والأنانيم عاوداني كيطلعوا لهم السعر ديالهم ولكن نحن في الحلقة هذي 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 نهضرو على الفرق ما بين الكسيبة والسعر ديال الكيلو يتراوح ما بين 30 درهم تل 35 درهم يبقى يلعب ما بين 30-32-34-34 تل 35 درهم والاختراوح بالنسبة إذا بغيت تبيعه في السوق هذا شيء شغلك يعني كتبقى تبيعه بالميزان بلا ميزان يعني إذا كنت ما بغيش تغشه يعني بغيت تتحلل رزقك أنك كتوزن هذك الأرنب وكتبيعه بالميزان يعني ممكن أنك تطيح وحد درهم جوج ثلاثة هذي ماشي مشكل ولكن بالميزان الأحسن تبيعه بالميزان وخا كتبيع أنت في السوق ممكن أنك تبيع بالميزان يعني عينيا هي كتبان عينيا هكا الأرنب راك جايبه ولكن تايا بينك وبين راسك راك عارف بالليش حال فيه ديال الميزان أما السعر ديال الأرنب ديال الكسيبة عقله على الثامان وهو 50 درهم تل 55 درهم من أن تكون عندكم شيء أنثى يعني كبيرة وبغيت تبيعها للكسيبة كتوزنها أغالبا كتو كي يقول لك ميتين درهم يسمون المعنى ديال ميتين درهم هذا اللي كي يقول لك ميتين درهم راح راح راي فيه علاش لأن الأنثى بارغة عالبا تكون فيها 4 كيلو 4 كيلو بخمسين درهم هي ميتين درهم التفق معاكم كي يكون ثمان يقدر يكون ميتين ميتين وعشرين درهم هي هذيك ما اخترت كي يوصل ل 55 درهم إذا ضربنا 55 درهم فربعة هي هذيك ميتين وعشرين درهم وشي واحد كي سحب رصوفها كي تشطر هاد التقنية هذي هاذي تقنية هذي هذي أرى ما فيها للشطرة الأولو وإذا مشيتين كان عندك أرنب كبير إما داكار بحالذ هكا أو أنثى وزنه وضرب الميزان في خمسة وخمسين درهم وذلك الشي اللي يخرج لك أراه هو التامن ديالو الحقيقي اللي خصو يكون فيها ده أراه سر من الأسرار اللي كيستعملوها الحريفية في هذا المجال أنا قدمت لكم كهدية إن شاء الله في هذا الحلقة هادي عقلو خمسة وخمسين درهم تل خمسة وخمسين درهم هادو الحواجي اللي كسيبة اللي يعني مدهوغلهم بيبراء صافي وصلوا لثلاثة كيلو وأربعة كيلو هادوك والثمان ديالو قدية ديال أونثة ولا داكر ماشي مشكل بحل 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 داكر بحل الأونثة غيد الأونثة منيك تكون حاملة ما حاولوا أنك ما تنزلوش على خمسة وخمسين درهم لأن ديك التلقيح راح توقيت تحسب إلا مشي تلقحتي الأونثة عندك في الداكر ذيالك لأن الداكر ذيالك راح توقيت وتمن يعني ما تنزلوش على خمسة وخمسين درهم يعني خمسة وخمسين درهم إلا كانت فيها يا ربعة كيلو صافي هي هادوك غادي تكون بميتين وعشرين درهم ميتين وعشرين درهم هذا هو الثمن الأصلي ديال الأونثة كين حالات خاصة وهو مثل السلالات مثلا كتكون بابيون تقدر تزيد شي حاجة لأن البابيون ماشي هو نيو زيلاندي نيو زيلاندي نقص شي شوية على البابيون البابيون تبارك الله كي كبر ضغياء كي وفا ضغياء كي يعني الأرجو دياله الخلفية كتبلك صافي وقف الضغياء أما نيو زيلاندي ولا شانشيلاوه 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 زيل في الثامن شي شوية بحالين اللي لجينا نصنفوهم ممكن أنك تدير نيو زيلاندي تديره مع الكاليفورني وشانشيلا ديرها صح شانشيلا أصلية مشي الشانشيلا اللي نفهم قمقن الشانشيلا اللي كتكون بزستة هديك ممكن أنك تصنفها مع السلالات هي والبابيون هادو بجوج مطيحوش على 55 درام الكيلو اني مشي تبيعوا ذاك شي عيني يعني يعني عطيني 300 درهم عطيني 250 درهم لا بينكم بين راسكم راه الميزان هو اللي كيف صل منين تشوفوا راسكم بغين تبيعوا يكون عندكم ميزان وزنوا يلا مشيتوا توزنتوا راه هاداك هو التامل الأصلي لان هذه راح القاس هادشي أسرار كيتعاملوا بهم الحليفية لانا احكيتوا لكم على طابقة من ذهب كنتظرنا أن الحلقة تكون راقصكم كنتمنى أنها تكون راقصكم وكنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس لما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي و تكيو على زر الجام باش تسندونا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة